وسائل التواصل الاجتماعي يتكلموا على مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي اللي هو بدأ في مثل هذه التحقيقات والبعض الآن يرشح بأن هذا مكتب التحقيقات يباشر مثل هذه الجريمة لأنه في حماية هذه اللعبة في حماية موطن الكورة فيه أيضا يعادة تشكيل حتى لو لزم الأمر كثير من اللجان الموجودة وإحنا ما نكون ضد إيفانتينو لكن احنا نقول براءة إيفانتينو الآن على المحق رؤية المستقبلية حتى الثقة تحقق من الاتحادات الأهلية باتجاه اتحاد فيفا أيضا على المحق وبالتالي أهمية دخول مكتب التحقيقات الفيدرالي في هذا الأمر وأيضا أهمية الدعم للاتحاد الإنجليزي بالمطالبة بحقوقه والاتحاد الإسترالي أيضا كان شريك في التصويت بالمطالبة بحقوقه ونتذكر رئيس الاتحاد الإسترالي كرة القدم السيدة اللي كانت رئيس الملف الإسترالي ألفت كتاب عن جرم القطري أو الفساد القطري والرشوة وهو موجود الآن يعرض في الأسواق يعني الكتاب موجود هي كانت تحمل ملف إسترالي في هذا التصويت أنا أعتقد أنه هذه زي ما قلت أول جريمة إذا استمر هذا المنديال بهذا الشكل وبهذه الإثباتات أيضا سقوط كبير للثقة في الاتحاد الدولي حتى على مستوى المباريات الثنائية والبقلات الثنائية نعتبر في سقوط كبير وأيضا هو نجاح للفاسدين نجاح لمكاتب المراهنات نجاح للذين يلعبون في النتائج نجاح لكل من أفسد هذه اللعبة لأنها ستستمر بهذا الفساد وبهذه الرؤية وبهذه اسمح لي بس أبشر